موضوع السياحة الحقيقة نستفيد بيبس فيه في الوقت لأنه موضوع مهم جدا ويمكن عندنا من الوطن كمان خاص بفكرة السياحة والأثار بيقول الأعلى للأثار نقل 22 ممياء ملكية في موكب مهيب يهز العالم كله قريبا قال الدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للأثار أن هناك تطوير كبير يلحق حاليا بالمتحف المصري بالتحرير وميدان التحرير وطرق المؤدية لمتحف الحضارة المصرية بالفستات تزامنا مع نقل الممياء الملكية في موكب ملكي مهيب فكرة مش عارف أقولها إزاي لكن هي دي البروباجاندا في السياحة وده اللي بيستخدمها بيستخدمه الغرب وبنشوف كتير جدا يعني مجرد معا قطعة واحدة بس كده ولا حاجة ولا ويعمل عليها بروباجاندا شديدة جدا هل إحنا محتاجين في فترة اللي جاي نحن نفكر بشكل مختلف بهذا الشكل اللي وزارة الأثار بتقولنا عليه شوف حضرتك يمكن النهاردة لو إحنا شوفنا الموكب بتاع نقل تمثال رمسيس قد إيه لما تم نقله إلى الخارج كان مردوده إيه بالنسبة لي حتى المتاحف اللي إحنا بننتقل بيها إلى الخارج يمكن مؤخرا كان هناك متحف حركته ستوت عن خمون في إنجلترا بالزبط لندن وكان بيقفوا في الطابور وسط السقعة وسط التالج كان بيقفوا في الطابور عشان يدخلوا وشوفوا رأسة لأن الأوروبيين فعلا مهتمين جدا ومهووسين جدا بالحضارة المصرية القديمة ويشوف حضرتك يعني النهاردة اللي بيعملنا الدعاية دي مش شركاتنا إحنا ولكن الشركات الغربية يعني النهاردة لما بروح أعمل متحف في باريس أو في لندن زي ما حضرتك ذكرت بنلاقي وبنجد أن الشركات اللي هي بيتم التعاقد معها أو الاتفاق معها هي اللي بتقوم بأعمال الدعاية عشان تكسب وتحقق ماكسب ففكرة رائعة جدا أن أنا أنتقل بالمتاحف بتاعتي إلى الخارج وهي تدر علي يعني دخل إحنا النهاردة كان ذكرت أرقام أن تقريبا مليون سائح في باريس لوحدها بس في خلال عرض المتحف بتاع تطعر خامون كان زائر لهذا المعرض اللي هو المتميز ويمكن الشاب الملك الصغير في السن دوت اللي هو يعني تولى الحكم لمدة عشر سنوات وبداية من عمره هو تسع سنوات يعني أعتقد أن يعني كل الناس في أوروبا مهتمين يشوف قطع إضافية برضك وده اللي هيتم طرحه أعتقد فيه المتحف الكبير المتحف الكبير معمول فيه جناح خاص لتوت عن خامون وحتى تم نقل بعض الحاجات الخاصة الموجودة في المتحف التحرير تم نقلها للمتحف الكبير عشان يبقى أكتر مقتنيات موجودة للملك توت عن خامون موجودة في المتحف الكبير وده طبعا عنصر جذب رائع يعني بالفعل وبالتالي إحنا النهاردة لما نتكلم عن المتحف الكبير في هذه النوعية من الآثار الفرعونية القديمة نروح للمتحف الحضارة برضك اللي هو هيبقى فيه مميوات والمتحف الحضارة يمكن معروف أنه كان في 2011 يتم الافتتاح المبدأ دي وحصلت الأحداث اللي إحنا عارفنا لكن في النهاية هو بيتم دلوقتي إعداده بشكل أقسام وغرف وإحنا النهاردة عندنا 22 من ملوك مصر القديمة اللي هو المميوات دي هيتم التعرف على تاريخهم نحن برضو عايزين نأكد يا سيدا سأنا بحب جدا موضوع الأثار فتلاقيني ممكن عارف شوية حاجات يعني فإحنا بنأكد أن متحف الكبير هو أكبر متحف في العالم خاص بحضارة واحدة بمعنى أن المتاحف الكبيرة في العالم والأسامي المشهورة سواء في باريس أو في لندن أو في الولايات المتحدة الأمريكية هي بتضم حضارتها وحضارات تانية كتيرة جنبا لكن إحنا 100% حضارة مصرية قديمة وهي أكبر متحف في العالم بيضم الحضارة المصرية القديمة أنا أسعدني الحظ أن أنا أزور متحف اللوفر في باريس وفعلا اكتشفت أن يمكن الغالبية العظمى من الأثار هي كانت الأثار المصرية داخل هذا المتحف كنت سعيد جدا وقدي إيه كانت ساعت أكتر لما لقيت الكل الأوروبيين بيفضلوا أن هما بموجودين يتفرجوا على الأثار المصرية طبعا وهم باريس فيها من الأثار المصرية كتير يكفي المثلة الموجودة في شانزليزي يعني مصر خيرها في القصة دي على العالم كله يعني طبعا مصر مهد الحضارات طبعا